رصدت أيضا للفايز في المركز الأول وبقية المراكز حتى المركز العاشر على الجوائز النقدية الثمينة التي قدمت أيضا للمشاركين وأيضا والمنطلقين في هذا الشوت نتابع المقدمة وفي المركز الأول خلال هذه اللحظات هنا من تتواجد على الصدارة وعلى المركز الأول رحيق على المركز الأول مشاهدين الأعزاء لا سيد سعيد بن سيل بدليوي ننتقل سمحة تاتي على المركز الثاني عبيد بن مبارك بالحول الحارثي من ياتي بانطلاقة سمحة بينما المركز الثالث الضبي تتواجد وغيرت إلى المركز الثاني لا سيد راشد بن عامر بن دعبوس المنصوري من يحلم بانطلاقة أيضا هذا الاسم خلال هذا المسار بينما المركز الرابع هنا من تتقدم مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات منصورة لا سيد الرامس بن سعيد بن رامس العامري من ياتي بانطلاقة منصورة بحثا عن الفوز والانتصار في هذا الانطلاق بينما المركز الخامس هنا التدخلات من اختيار لا سيد مبارك من خليفة بن سهر الاخيالي من ياتي أيضا لاختياري اختيار منطلقة في هذا الشوط مع المركز الخامس بينما المركز السادس هنا تتواجد صوقه لا سيد مطار بن محمد بن علي المنصوري من يعلن بانطلاقة صوقه في المركز السادس في هذه اللحظات المركز السابع تدخلت أيضا مشاهدين الأعزاء في هذا الانطلاق الرائع والجميل الكاسبية لسيد سعود بن عبدالله بن أحمد النعيمي في المركز السابع والمركز الثامن هنا تاتي عسيلة محمد بن الصغير بالصائق المزروعي من يعلن أيضا بانطلاقة عسيلة في المركز الثامن بينما المركز التاسع تتواجد أيضا شواهين لا سيد سعيد بن محمد بن حوتة العامري والمركز العاشر تتدخل في هذه اللحظات أنصيب على المركز العاشر منتصب أيضا في هذا المكان وفي هذا الموقع لا سيد سلطاب بن حمد بن علي أي لاكتبي من يقدم نصيبه خلال هذه اللحظات هذا هو ندال الأول للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط وياما من أسماء والشعارات وبكار محليات متواجدة خلف العشر المراكز المتقدمة منطلقة بأمال كبيرة نتمنى بأن تتحقق دائما لدى كل المشاركين في هذا العالم الساحر عالم سباقات الهجن العربية لصيلة العودة إلى المقدمة العودة إلى الصدارة العودة إلى من أعلنت بقيادة هذا الشوط ووجودها أيضا مع المركز الأول في هذا الانطلاق الرائع والجميل مقدمة هذا الشوط والمركز الأول المشاهدين الأعزاء بشعار بدليوي على مقدمة هذا الشوط من تعلن أيضا بوجودها المركز الأول خلال هذا الانطلاق هنا من تتواجد مشاهدين الأعزاء حضرنا الكريم على مقدمة هذا الشوت وعلى المركز الأول من خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل هنا تاتي رحيق على المركز الأول رحيق الناموس الذي ياتي أيضا مع هذا المسار الرائع والجميل ورحيق العيدة ملكية لسيد سعيد بن سهيل بدلوي أي لا اكتبي من يقدم أيضا رحيق على مقدمة هذا الشوت بينما المركز الثاني وصلت منصورة على المركز الثاني لسيد رامس بن سعيد بن رامس العامري من ياتي بانطلاقة مشاهدين الأعزاء منصورة في هذا الانتصار بينما المركز الثالث تدخلت أيضا هنا اختيار مبارك بن خليفة بن سهر الإخيالي من يعلن بانطلاقة اختيار اختارت هذا الموقع انطلقت مع المركز الثالث في هذه اللحظات المركز الرابع تاتي صوقه مطر بن محمد بن علي المنصوري والتدخلات أيضا في هذه اللحظات وصلت الغزيلة محمد بن عبد بن عصان المنصوري قادم لدى انطلاقة مشاهدين الأعزاء الغزيلة في المركز الخامس في هذه اللحظات بدأت الأسماء تتدخل بدأ الكل ينطلب بهذا الشوت بدأ الكل يعلن بحضوره من خلال هذه اللحظات هنا وصلوا أيضا مشاهدين الأعزاء السود سود سود تدخلت السود في هذه اللحظات منصور بن سيد بن راشد بن سالمين أرحمه من ياتي بانطلاقة أيضا مشاهدين الأعزاء السود في هذه المجموعة من السود المنطلقة مشاهدين الأعزاء في أرضية هذا الميدان ولكن العودة إلى المقدمة العودة إلى الصدارة العودة إلى المركز الأول من خلال أيضا هذا الانطلاق الرائع والجميل من خلال هذا التحدي المذر ورحيق ما زالت على المقدمة ما زالت على الصدارة ما زالت على المركز الأول هذه هي رحيق ما زالت مع الصدارة لتعلن أيضا مشاهدين الأعزاء بقيادة هذا الشوت منذ بداية الانطلاقة سعيد بن سيل بدلوي الاكتبيا أحد أيضا مشاهدين الأعزاء المهتمين بعالم سباقات العجن لياتي بانطلاقة النوعيات الممتازة التي تظهر في قمة المراكز المتقدمة بينما المركز الثاني تدخلت أيضا مشاهدين الأعزاء الأغزيلة محمد بن عبيد بن عصان المنصوري والمركز الثالث السود تاتي على المركز الثالث في هذه اللحظات في هذه التحديات الرائعة والجميلة وانطلاقة مشاهدين الأعزاء السود على المركز الثالث في هذا الانطلاق الرائع والجميل يا سلام السود منصور بن سعيد بن راجد بن سالمين أيضا برحمة من ياتي مشاهدين الأعزاء بانطلاقة هذا الاسم مع سود اللي غيرت النتيقة غيرت النتيقة بدلت المواقع أعلنت أيضا بالانطلاق خلال هذه اللحظات مع المقدمة مع الصدارة الله يا سود تدخل خطير مع المركز الثاني اختيار اختيار أمبارك بخليفة بن زهر الخيالي ياتي مع انطلاقة اختيار في المركز الثاني في هذه اللحظات تدخل خطير على المركز الثاني مشاهدين الأعزاء هنا وصلت ممدوحة محمد بن ذاني بن قطامي السويدي منياتي بانطلاقة مشاهدين الأعزاء ممدوحة ممدوحة ترغب في مكان المدح مدح أيضا الناموث هنا مع الصدارة وما زالت تسود الثمانمائة متى الأخيرة يا برحمة خلاص وصلنا إلى الخطوط الأخيرة إلى الأمتار الخطيرة لانطلاقة تسود على مقدمة هذا الشوت على المركز الأول منصور بن سيبر راشد بن سالمين برحمة منياتي أيضا لدى انطلاقة تسود تحركت الأسماء ممدوحة على المركز الثاني وصلت ممدوحة بهذا الأصول الرائع والجميل على المركز الأول محمد بن ذاني بن قطامي السويدي منياتي بانطلاقة ممدوحة ما شاء الله تبارك الله وانطلقت ممدوحة انطلقت انطلاقة الفوز والناموث مع لمتار الأخيرة معلنة بهذه الانطلاقة الرائعة والجميلة الانطلاق الرائع ولا أروح هنا ياتي مع ممدوحة 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 على المركز الأول ممدوحة تختطف سيارة هذا الشوت تسجل النقطة الذعبية فيه أيضا ممدوحة ممدوحة مع المركز الأول محمد بن ذاني بن قطامي السويدي من يعلن أيضا باختطاف ناموس هذا الشوت من خلال انطلاقة ممدوحة لتسجل أيضا هذا الفوز والانتصار لحظات الاصول إلى خط النهاية المركز الثاني سود منصور بن سيف الرائع بن سالمين برحماتت في المركز الثاني بينما المركز الثالث اختيار مبارك من خليفة بن ساهري لخيالي والمركز الرابع أيضا مشاهدين الأعزاء أتت في هذا الانطلاق الرائع والجميل رحيق لسيد سعيد بن سيل بدليوي الاكتبي والمركز الخامس أيضا مشاهدين الأعزاء كانت محبة سيف بن أحمد بن خادم الرميذي ما شاء الله تحدي رائع وجميل وانطلاق مميد للقاية مشاهدين الأعزاء انطلاقة ممدوحة فتهانين والناموس لسيد محمد بن ذاني بن قطامي السويدي على هذا الفوز والانتصار التوقيت الزمني تسع دقايق 12 دانية جزء واحد من الثانية تهانين والناموس على هذا الفوز والانتصار وممدوحة التي باقيت الكل أيضا مع الأمتار الأخيرة محلنة باختطاف ناموس هذا الشوت المركز الثاني كانت تسود الدهتة دا رائع وجميل بتوقيت زمني تسع دقايق 14 دانية جزء من الثانية تهانين والناموس أيضا لمالكها على هذا الفوز والانتصار منصور بن سيب الراشد بن سالمين برحمة بينما من أتت في المركز الثالث خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل والتحدي المذير بتوقيت زمني تسع دقايق 17 دانية خمسة أجزاء من الثانية تهانين والناموس لمالك اختيار مبارك من خليفة بن سارة الأخيالي تهانين والناموس لكل الفايزين بالعشر المركز المتقدمة بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين أيها الحفل الكريم مشاهدين ومتابعين العزاء أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركة وأرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب مع انطلاقة الشوط الرابع عشر الخاص بفاة البكار الإجداع المهجنات الأصائل من مسافة الستة كيلومترات نقطة البداية لانطلاق هذه الشعارات ضمن فعاليات هذا المهرجان الكبير ختامي المرموم لعام 2015 للميلاد مباشرة نسير إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول وهناك مياسة راشد بن سالم بن مطر بن حاذ هركتبي من يقود المشاركين من يسيطر